اهلا بالجمهور الكريم رأينا في الحلقة الماضية على مصحب باريزينو بيتروبوليتانوس وبالضبط في الرقعة عشرة با يعني روبيرسو تغيير واضح في كلمة قلالة ورأينا كيف علماء التفسير عند المسلمين اختلفوا في تأويلها أشار الدكتور فرانسوا ديروش لمسح أصل الكلمة وإعادتها بشكل آخر ولم يدخل في متاهات مادة الفيلولوجية لأنها ليست من اختصاصه لهذا رأينا الدكتور ديفيد باوز أشار لهذا التغيير وقدم أطرحته التي تتلخص في أن الكلمة صححت في العصر العباسي ولاحظ غياب رقعة واحدة بين الرقعة 19 والرقعة 20 وما يظهر منها سوى الحاشية وفي الرقعة 20 ازدحمت الأسطر وزادت من 25 إلى 27 سطر وذلك من أجل إضافة آخر الآية في صورة النساء كحسب رأيه ملحق تشريعي ليتناسب مع ذلك التغيير يعني التغيير كلمة قلالة التي كانت موجودة في الآية 12 وبحسب رأيه فإن هذه الآية الآخرة من صورة النساء لم تكن موجودة في عصر الصحابة وترحنا سؤالا مهما وهو هل ما توصل إليه الدكتور ديفيد باوز مقبول من الناحية النظرية؟ للرد على هذا السؤال نحتاج لمادتي علم الخطاطة والفيلولوجية معا وبالتدقيق في الرقعة العاشرة على كلمة قلالة نلاحظ أن عدد المصححين ليس واحدا كما أخبرنا الدكتور باوز وإنما اتنين فالكلمة بصعوبة تظهر أنها كانت كافلامها وأضيف لام عليها فأصبحت كافلاملامها ثم أعيدت كتابتها في العصر العباسي بخط يختلف عن الخط المائل أو الحجازي وبالتركيز على الكلمة الأصلية كافلامها نجد أنها في معظم اللغات معناها كنة مثل اللغة السوريانية والعبرية والمندائية وكانت موجودة كذلك في اللغة العربية الجنوبية القديمة كما ذكر الدكتور ديفيد باوز إذن كلمة كلا في الآية 12 من صورة النساء تعني كنة زوجة الإبن وفي صياق الآية تعني زوجة الإبن المتوفى قبل أبيه أما الكلمة بالتعريف ألف لام كاف لام لام تاء كلا لا في آخر صورة النساء جاءت مفهومة بوضوح في سياق الآية وتعني الهالك نفسه أي الميت وهذا ما وجدناه بالضبط في قموس اللغة المندائية فالكلمة جاءت بلامين كاف لام لام بمعنى ينتهي أو يموت وعبارة نال الإكليل في الفكر المسيحي إلى اليوم تعني مات وذلك كما ورد في صورة في صفر الرؤية الأصحاح 2 العدد 10 يقول كن أمينا إلى الموت فسأعطيك إكليل الحياة إذن كلمة كلا لا في الآية 12 من صورة النساء كانت في الأصل كلا وتعني الكنة وهي زوجة الإبن وفي الآية الآخرة من نفس الصورة وكانت بالتعريف الكلة لا معناها الميت نفسه ولا يوجد أي تضارف في الآيتين وجود هذه الآية في آخر الصورة وليست أولها مع باقي آيات الإرت تبرر وجودها في هذا المكان بكلمة يستفتونك يعني جاءت في مرحلة لاحقة من وضع التشريع في أمور الإرت وليس بالضرورة في العصر العباسي وخاصة الازدحام في الأسطر وزيادتها بسطرين في الرقعة 20 وغياب رقعة من الكراسة الثالثة من هذا المصحف ليس أمرا مهما خاصة أن الناسخ الذي كتب هذه الأسطر هو نفسه الناسخ الأصلي وفقدان رقعة هو أمر عادي في عملية التدوين عند وقوع الخطأ أما القول أن وجود كلمة الكلالة في آخر الصورة دليل على إضافة في عصر آخر من التدوين فهذا لا يستند على أساس علمي فنأخذ على سبيل المثال في صورة الشعراء الآية الأخيرة تظهر فعلا وكأنها أضيفت لاحقا لطولها غير اعتيادي في صورة الشعراء واستثناء شعراء المسلمين بعدما دم النص القرآني الشعراء كلهم في أقوالهم وأفعالهم بالآيات 224 و226 إلا أن هذا ليس بالضرورة إضافة لاحقة في عصر من العصور وإنما في فترة تدوين نفسها لتسلسل الآيات كذلك مثال آخر في صورة المزمل نلاحظ بوضوح طول الآية الملفتة للانتباه يعني أقصد الآية الأخيرة أنها بها أكثر من سبعين كلمة بينما الآية التي قبلها فيها تسع كلمات فقط شيء آخر هو القافية في كل الصورة القليلا ترتيلا تقيلا قيلا طويلا إلى آخره أما الآية الآخيرة جاءت بالدم رحيم ما يمكن القول أن الآية في الواقع شرح وتوضيح لقيام الليل الذي تتحدث عنه الآيات الأولى في الصورة وبالتالي هي كسابقتها في صورة الشعراء وليس بالضرورة من عصر آخر يلي مرحلة التدوين بفترة ولكن يمكن القول أن النص القرآني خضع لتطور ومراحل وهذه مرحلة وقعت أثناء تدوين نفسه وبالعودة إلى الآية الأخيرة من صورة النساء يمكن أن نرجح القول أن الناصخ الأصلي نسي سهوا الآية أو اثنين ثم أزال الرقعة ناقصة في الكراسة الثالثة من مخطوطة أرب 328 أليف فأعاد تدوين ما كان فيها بتكملة الآيات كلها لهذا جاءت مكتدة وبزيادة سطرين على المعتاد ختاما لما رأيناه يمكن للمشاهد الكريم أن يتساءل هل حصل تغيير آخر من هذا النوع في هذا المصحف؟ الجواب نعم هناك كلمة أخرى تغيرت ثلاث مرات في الرقعة 56 ألف من صورة الحجر ويظهر هذا التغيير بوضوح على نفس الكلمة في ثلاث مواضيع في هذه الصورة وهي الآية 26 28 33 والكلمة هي صلصال هذه الكلمة كذلك توجد في صورة الرحمن الآية 14 فهل تغيرت هي كذلك؟ الجواب للأسف الرقعة الموجودة بين أيدينا من مصحف بريزينو بيتروبوليتانوس لا توجد بينها الرقعة التي تحمل صورة الرحمن الآية 14 وذلك للتأكيد من التغيير لكن على الأرجح أنها كسابقتها في صورة الحجر ولتقديم معلومات عن هذا التغيير على كلمة صلصال انتظرونا في الحلقة المقبلة وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر